دلوقتي اشرح لكم اكسرسايز جديد في الكلاتشيز اللي هو رقم CL02 الاكسرسايز ده عبارة عن Single Plate Clutch زي ما احنا شايفين قدامنا Plate Clutch و Single Driving Plate وفي Contact Surfaces on each side يعني كأن N هنا في المعادلة باتورك تبقى equal to 2 الكلاتش ده مطلوب تترانسميت 110 كيلوات والسرعة 1250 RPM ومديني الأوتر دايمتر تاع ال Contact Surface 300 مليمتر ميو ب .4 وفيه مطلوبين A و B A المطلوب الأول بيعتبر Uniform Pressure Conditions ومديني ال Pressure ال Constant Pressure ده يساوي 0.17 ميجا أسكر وطالب ال Inner Diameter بتاع الفريكشن سورفزز في الكيس B هي افطارد كل حاجة زي ما هي وطالب ال Maximum Torque وال Maximum Intensity of Pressure طبعا هنا Uniform Wear وبالتالي Pressure هيبقى متغير في المطلوب الأولاني عندنا نفتكر عندنا ال Power وعندنا الصورات الدوران وعندنا Outer Diameter ب 300 مليمتر وعندنا ال Coefficient to Friction والAverage Pressure المولد الدهوني ومطلوب كان ال Inner Diameter اللي هو ال Inner Diameter of Context عندنا معادلة تورك اطبقها بنطلع الترك اللي بنقله ال Clutch هو بيطلعدي القليمات بتاعته قدامنا بعد كده بنجيب الفورس اللي هو FA او W هنا اللي هو عبارة عن pressure times الarea الpressure معروف given 0.17 الarea اللي هي pi في فرق R1 squared R outer squared minus R inner squared ادي الpressure اهو عندي الR outer اهو given outer diameter 300 يبقى الR outer نصف 150 ولكن الR2 is missing مش معروف المين radius of contact surface for uniform pressure conditions الR mean في حالة الuniform pressure distribution بتساوي المعادلة اللي هي مكتوبة قدامنا دي لما نعوض فيها نقدر نعوض بس نلاقي R2 مكهولة ونفتكر ان الouter دا امتر كان 300 ميلي يعني R outer 150 ميلي ميتر وادي الشكل اهو احنا هنا بنفترض uniform pressure distribution طبعا الرسمة دي مش تبقى صح دي لحالة uniform wire هنا الpressure is constant يعني كأن التوزيع الpressure الادامي دا هيبقى عامل كده هو ويبقى قيم الpressure هتبقى الشكل دا كلها زي بعض فهيبقى الpressure is constant غير الرسمة اللي محطوطة قدامنا دي وطبعا طالما الpressure is constant الware will not be constant الware هيبقى distributed nonlinear نرجع تاني هنعوض في المعادلة بتاعة التورك اللي احنا عارفينها ادي عندنا قيمة التورك حسبناها قبل كده وناخد بالنا ال f a هي ال w ال n دا given two contact surfaces تبقى اتنين الم u given point four ال w طلعناها قبل كده ونقدر نعوض بقيمة ال w هي مضروبة في ال r mean ادي جبنا قبل كده ال w وادي ال r mean ونلاحظ انها كلها function في unknown اللي هو r two اللي هو r ال inner يعني ال inner diameter هو ده المكهول طيب لو خدنا المعادلة اللي قدامنا دي وعوضنا فيها هنلاقي في النهاية هنقدر نوصل ال diameter او طلع 150 مليمتر يبقى ال inner diameter اللي كان مطلوب طلع 150 مليمتر ونفتكر ان ال outer كان 300 مليمتر وكل ده under uniform pressure distribution يعني ال pressure اللي هو قيمته 0.17 newton per مليمتر square is constant all over friction area طيب للوقت الجزء التاني اللي هو uniform wire distribution كان طالب maximum torque transmitted الماكسيمم torque transmitted ده قيمته هي هي في اي condition فكتعندي المعادلة اهي اللي هي ادي الف اي او ال w ودي كانت من ال equation الابل كده وال equation الابل كده كانت بتقول ان w pressure في area وكانت بتساوي القيمة اللي قدامنا دي هنحط القيمة دي وبعد معرفنا ان ال inner diameter فاكرين طلعنا ال inner diameter كان 150 فيبقى نصه هو 75 وسبعين وده كان ال r maximum ودي ال r minimum او ال r outer وال r inner ومن هنا نعوض هيطلع لي axial force لو عرفنا ال axial force اللي هو طالع بالرقم ده هو هني يجي نقول بقى في uniform wear conditions ال r mean قيمتها ايه ال r outer plus ال r inner نجمحهم ونقسم على 2 يطلع لي r mean اهي ادي القيمة بتاعتها نيجي نعوض عشان نجيب maximum torque transmitted ادي المعادلة اهي نعوض عندنا n كاتب 2 عندنا coefficient to friction معروف عندنا axial force اهو طلعنا قبل كده axial force وعندي ال mean radius اللي هو طلع 112 ونص يطلع لي ده التورج that can be transmitted by the clutch طيب احنا عارفين في uniform wear distribution pressure is distributed not equal في كل حتة يعني ادي ال p maximum و ادي ال p minimum وطلع ما uniform wear فيبقى الwear هو constant زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدام ندي طيب نيجي هنا نعوض فاكرين في uniform wear distribution عندنا المعادلة p r تسوي constant p r تسوي constant عارفين ان pressure يبقى maximum عند inner radius او pressure maximum عند inner radius هنعوض في المعادلة و احنا فاكرين طلعنا d inner طلعنا 150 يعني r minimum تبقى 150 على 2 تبقى 75 r inner او r minimum دي هي اللي بتتضرب في p max يعني هنا المعادلة p max for r inner تسوي constant و عندنا معادلة تانية f axial بتسوي اهي استعملناها قبل كده المعادلة دي في الاكسرسايز اللي فات نعوض f axial كنا جبناها قبل كده ونعوض في المعادلة دي ادي 2 pi c c اللي هي اهي معادلة c نحطها هنا اهي p max في 75 و r inner r outer و r inner اهم 150 و 75 نقدر نطلع من هنا معادلة في p max يبقى عندي 9011 تسوي القيمة دي يبقى من هنا اقدر اجيب p max the light point 255 وطبعا قيمتها طلعة لو نفتكر دي كانت p average كانت point one seven طلعت p max طبعا تطلع اكتر من point one seven لو عايز اجيب p minimum برضو اقدر اجيبها باستخدام العلاقة دي اللي هي بقى هقول ان p minimum for r max تسوي constant نفس الفكرة موسيقى